اشتركوا في القناة فأولا سنعرف بالمجال ثانيا سنتحدث عن الأدوات التي يجب أن تتوفر لدينا للبداية صحيحة في هذا المجال لنبدأ على بركة الله فتعريف المجال هو البحث عن كتاب عليه إقبال يعني هناك ناس كثيرين اشتروا هذا المنتج عبر الأنترنت ثم نقوم بتحميل الكتاب من منصة من المنصات التي تعرض الكتب أو هذه النوعية من الكتب مجانا على الأنترنت وبعدها نقوم برفع هذا الكتاب على منصة إيباي وإضافة بعض التعديلات كإنشاء عنوان احترافي وكتابة وصف دقيق على المنتج ومن بعد ننتظر شراء المنتج يعني هذا هو التعريف المختصر لهذا المجال إيبوك والآن سنلقي إطلالة خفيفة على منصة إيباي لنشاهد تغييرات لنشاهد الأتمنة التي تعرض بها هذه الكتب ونوعية هذه الكتب فمثلا نذهب إلى خانة البحث ونكتب إيبوك هنا تظهر لنا مجموعة من المنتجات هذه المنتجات إما كتب أو لها علاقة بالكتب يعني سنجد هنا مثلا هذا الكتاب انظروا معي إخواني سوسيال ميديا ماركوتين يعني انظر 1270 مبيع والثمن هو 0.99 يعني تقريبا 1 دولار يعني تخيل معي أخي الكريم أن هذا البائع يربح من هذا الكتاب 1170 دولار مع اقتطاع مع اقتطاعات إيباي واقتطاعات بايباي التي تصل تقريبا إلى 15% يعني قم بعملية بسيطة حسابية وستجد أن هذا الكتاب يدر دخلا جيدا على هذا البائع والآن نشاهد هنا مثلا 300 ألف كتاب يقوم بعرضها هذا الكتب كلها PDF وهنا أيضا 194 مبيع هنا كذلك نجد مجموعة من الكتب يعني مجموعة كبيرة من الكتب في مجالات متعددة يكفيك أخي الكريم أن تقوم ببحث بسيط الآن السؤال المطروح هو أريد البدء في هذا المجال ما هي الأشياء أو الأدوات التي يجب أن تكون لديه من أجل الانطلاق في هذا المجال فأولا أخي يجب عليك أن تتوفر على حساب بنكي مغربي أو على حساب بنكي مصري أو جزائري على حساب الدولة التي تنتمي إليها زائد بطاقة بنكية تابعة لهذا البنك تقبل تفعيل بايبال وهذا هو المهم عندنا ثم حساب بايبال مفعل ثم حساب إيباي ثم رأس المال يعني رأس المال هو النقطة الإيجابية الكبيرة في هذا المجال أنه لا يحتاج رأس المال كبير يعني 30 دولار فهي كافية وكافية جدا ثم النقطة الأخيرة التي سأركز على أكثر هي العزيمة والإرادة والعمل والمطابرة أخي كريم لأنه لا شيء يأتي بالسهل خصوصا أننا نتحدث عن الربح من الأنترنت وهذه الكلمة دائما أعقب عليها فلا يعتبر هذا الربح من الأنترنت بقدر ما يعتبر عمل على الأنترنت لأنك تبدو المجهودات كثيرة من أجل أخذ هذا المال وليس ربحها وإلى هنا أخواني الكرام وصلنا إلى نهاية الحلقة وإن شاء الله الدرس القادم سنتحدث عن إعدادات إيباي يعني بعض المسائل التي يجب عليك إعدادها في حسابك إيباي من أجل البداية في رفع هذه المنتجات على موقعك لا تنسوا إخواني دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على زر يعجبني أو جيم وادمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر